موسيقى طبعا الكل يعلم أن العراق يمر بأزمة اقتصادية وأزمة مالية على أننا مطلوبين والبنك الدولي طلبنا لكن هم من يصير زيادة الرواتب إذا كان الرواتب يتضمن مساعدة الفقير أو راتب مثلا عامل النظافة أو الموظف اللي يراتبه يعني بسيط جدا هما ما ينتبهون لهذا الموضوع لكن عندما يجد تصويت على أنه يزيدون رواتبهم بما عادل راتب الوزير صارت تصويت على القرار بدون أن يعلن أمام الناس أو يعلن من ضمن فقرات البرنامج البرلمان لكن للأسف الشديد حصل اللي حصل وهناك الناس الخيرين الذين أعلنوا أن النواب زيادة الرواتبهم كما هي معادلة لراتب الوزير ويمكن الموظفين هم نفس الحالة اللي يعملون بمجلس النواب لازم لي عادل اللي يعملون برئاسات يعني بمجلس الوزراء ومن هالأمور هذه قوانهم الكثير منهم لم يقدم أي خدمة فقط مجرد أنه حضور وفقط مجرد أنه يحضر بعدما يكون بالسيارات ما تبلغ الفارهة مثل ما نقول التوها وغيرها والجكسارات والحمايات ومن يجي بمجلس عزاء الكل تمشي جدام وطبعا الغالبية منهم ليس الجميع حتى لا نطلبهم كلهم لأنهم أكونوا صغيرين يريدون أن يعملون لكن ضعوا حتى اللي يريد يعملوا حتى اللي يريد يشتغلهم بهذا النورهم مقام بيت ما يبين لها يعني راح تاهت الأقدر وليها بس شون نقوله بالعامية يعني الزين والما زين أصبح سوى المواطن يعني يريد واحد يطاعي قل يا بو أنا ما أريد أنا ما أتقبل هاي الزيادة وهذا راتب راح أطي الفقراء أتبرع بي أو أتبرع بي للناس اللي معدومين أو عمال النظافة أو يرفض من الأساس لكن للأسف الشديد ولا كأنه الأمر وكأنه ما بفرصة ينتهزوها من أجل أن يزيد راتبهم لأنهم عدن صرفيات أكيد يعني يقول لك عدن صرفيات وأن خطورة يشمش وكلها فياكات ومنسة ومرتاحين وعايشين ونعمة كريمة بس هم هاي الخارجية الزايدة لهم يعني تعرفين عدنهم صرفيات لأن موظف بمجلس النواب أكيد يعني من يروح بمكانة زمراقية من يأكل يأكل أكل راقي العامل النظافة ما مشكلة أشياء يأكل ما مشكلة أشياء يأكل ما مشكلة